أصفاد سجن قديم قصة قصيرة جداً للكاتب العراقي إبراهيم أحمد دخل متحف مدينة أطفالا المنزوية ما بين غرب السويدي وحدود النروج معه حفيده وقد قارب السادسة واجهته في أرض الفناء الجانبي كرات حديدية سوداء تمتد منها سلاسل تنتهي بأقفال كبيرة أحس بقشعريرة فتلكأت خطواته قليلاً لكنه انزلق إليها ووقف مع المحتشدين بينها ضاحكين أو معلقين أيقلوا أنهم يأتون بمثل هذه الأشياء الثقيلة لعباً للأطفال أو حتى تحفاً قديمة لزوار السويديون دائماً يأتون بالأعجيب ألم يسمع ذلك منذ اليوم الأول لدخوله بلادهم هنا يبدلون معروضاتهم ويبحثون عما هو مثير ومدهش حتى لو كان شاذاً أو منفراً قرأ في لوحة قائمة أمامها بهذه الأصفاد كانوا يربطون السجناء ذوي الأحكام الثقيلة في القلاع القديمة اليوم جلبوا بعضاً منها هنا كلعب للأطفال كما يبدو ثمت أطفال بمساعدة من معهم من رجال ونساء يدخلون أقدامهم بأقفالها القابلة للشد والفتح بسهولة ويسر ثم يحاولون جرها عبثاً فيتضحكون رأى رجالاً ونساء يحيطون سقانهم بأقفالها هل يفعلونها لإضحاك أطفالهم؟ أم لديهم توق لأن يتخلوا عن حريتهم وقد أتخموا منها؟ أيحنون لعبودية قديمة يرغبون في أسر وسجن يبدو لهم أكثر إثارة وبهجة في أعماقهم من حياة رتيبة باردة؟ ولكن أيعرفون ما هو السجن والأسر ومعنى أن تشد إلى كرات حديدية ثقيلة لا تسمح بالسير خطوة واحدة؟ أفلت حفيده يده وهرع إلى إحدى السلاسل وصاحبه أن يشده إليها مع الأطفال الآخرين فجأة أحس بقشعريرة وبعرق ينز أسفل رقابته وأخذت فرائضه ترتجف في هذه اللحظة تفجلت خمس عشرة سنة في أعماقه كان يتنقل خلالها بين سجون بلاده مرة يده مجدودة بقفل كهذا ليد شرطي أو قدمه إلى كرات كهذه إلى وتد في الجدار اعتراه غثيان وما يشبه الغياب عما حوله وكأنه فقد رشده انقض على الطفل وسحبه من الباحة وخرج به مسرعا صامتا بينما الطفل ينظر إليه مذعورا بعض الشيء فهو لم يسبق أن عامله بهذه الخشونة والفضاضة اشتركوا في القناة